بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليوزر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويوذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وعملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذارهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شطط هؤلاء قومنا أتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بيل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشز لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ساة اليمين وإذا انغربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يعد الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط زرائه بالوسيد لو اتلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلون بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليعذر أيها أزكاة عاما فليأتكم برضق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يزهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولو تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلموا على أمرهم لنا اتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء زاجرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذ نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واسبر نفسك معا علي مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتعي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعها هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه ليشويل وجوه بإيث الشراب وسات مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نديع عجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهم ويلبسون ثياما قدرا من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وادرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحامره أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أزن أن تبيد هذه أبدا وما أزن الساة قائمتا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذين خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكننا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتسبح سعيدا زلفا أو يسبح ماءها غورا فلا تستطيع له طلبا ووحيت بثمره فأصبح يقلب كفايه على ما أنفق فيها وهي خابية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينسرونه من دون الله وما كان متصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وادرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلت به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وطر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعردوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوا بإيسال الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المدلين أزدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجلمون النار فزنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد سرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وموظرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحزوا به الحق واتخذوا آياته وما أنزلوا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت أيداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أندي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غضاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسى أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا وقال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما قال له موسى هل أتبعك على أن نعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة حرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها وقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكريا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تساحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبعوا أن يضيفوهما فوجد فيها جداري يريد أن ينقض فعقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتعويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستعال تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وأعتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن نعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحتنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا أجوز وما أجوز مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعلوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يزهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعدي ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء أنذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبتت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الضوص نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ترجمة نانسي قنقر